اشتركوا في القناة حيث تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع في مرحلة الاولى 11 مليون وستمائة الف دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ومن المؤمل البدء بالتنفيذ خلال الربع الثالث من هذا العام يذكر ان المشروع مدرج ضمن مشاريع المرحلة الاولى لبرنامج التنمية الخليجي بموجب اتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2014 بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في انشاء مركز طبي متكامل في مدينة المحرق تم اليوم بحمد الله توقيع اتفاقية انشاء مركز الاقامة الطويلة هذا المشروع هو المرحلة الاولى من هذا المجمع الطبي المشروع يحتوي على بناء كل المرافق الصحية المرتبطة في هذا المركز وسوف يحتوي على مئة سرير مع كافة التجهيزات الطبية والميكانيكية وايضا البناء التحتية للمركز الطبي الشامل ترجمة نانسي قنقر